تاجها من محبة الجمهور وصولجانها تأثير إيجابي في حياة الشباب العربي نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي ولشهرتها مجد وعز واضح هويتها الافتراضية تشبه إلى حد بعيد هويتها الحقيقية شروق الرقم الصعب في عالم التيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي شروق أهلا وسهلا فيك معنا ببرنامج سيدات واليوم البرنامج هيك منور بوجود صبية لطيفة وجميلة مثل حضرتك قدرت بفترة أصيرة جدا تخلى لألة ساحة ومنصة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتخلي كل الناس تلحقها من كل الأعمار شروق دائما بس نختار ضيفة لبرنامج سيدات نحاول يكون فيه انتقاء باختيار الضيفة لازم يكون فيه إلى تأثير بالشباب بالمجتمع العربي ويكون فيه إلى وجود أو بصمة اليوم يمكن بعض المشاهدين يستغربوا أنه ليش صاروا نجوم السوشيال ميديا هني ضيوف ببرامج تلفزيونية ليش صار في عندهم أولوية يكونوا موجودين على التلفزيون أكتر من فنانين أو ممثلين شو اللي بيميز شروق للأمانة تحتى يلحقك هالأد متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة هذا السؤال دا تسأل المتابعين أكتر من شروق أنا بدتبع دائما عبارة مالح نفسه كذاب أنا من الناس اللي تلعط على السوشيال ميديا ما طلبت الشهرة بس الشهرة لقيتني بلشت أنزل محتوى أنزل إشياء مختلفة أحكي مع الناس في عفوية أتوقع الناس حبت العفوية وأنه السوشيال ميديا أعطت واقعية أكتر من برامج كانت بس حكر للتيفي أو للتلفاز بس هذا عالم افتراضي شروع والشهرة فيه يمكن تكون مجد باطل موجودة اليوم غائبة بكرة في شي عم تركزي عليه بحقيقة تتضلي عن جد رقم صعب بعالم السوشيال ميديا أنا بس بدي أعترض على كلمة عالم افتراضي هو عالم افتراضي بس إلو تأثيره في حياتنا الواقعية يعني أنت حاليا لبسك بجوز تطلبه أونلاين أكلك تطلبه أونلاين شربك تطلبه أونلاين حتى يور دايتينج وبتلتقي بناس أونلاين وهذا العالم الافتراضي إلو تأثير كبير بس الآتكيود بدلوا من الحياة الواقعية طبعا يعني أنا شو عرفني اللي عم يطلع على السوشيال ميديا قدي حقيقي وقدي فاك أو مزيف كذاب ممكن يكون كذاب ممكن تخدع الجمهور فترة ولكن إذا الإنسان تابعك فترة لما بتطلع لايف وبتحكي مع الناس صدقني أي شي مصطنع بنكشف وبعد فترة حتبين حياة الإنسان بس الناس بتحب العفوية عشان هيك الفيديوز اللي فيها عفوية كتير هي اللي بتنجح ما خدعت جمهورك ولا مرة؟ لا سيد أمعون دائما دائما مثلا على إنستجرام إذا بدنا نطلع من تيك توك على إنستجرام بتحسي الحياة على الإنستجرام كتير وردية نعم وحلوة وكتير مزيفة يعني ما بتحسيها حقيقية هالأد مثل ما نحنا بحياتنا اليومية واحتواكي على إنستجرام من عشرة قدي هو حقيقي؟ أحكي لك عني كشروق كإنسان بتحسي كتير عالم على السوشال ميديا بحب أحكي مع الكاميرا شاركت الناس لحظات بجوز بكيت فيها هاي أنا بغضبت فيها حكيت معهم في الرواء كنت معاس بشوي لا شروق على عشرة عشرة على عشرة وأحيانا عشينا عشرة لأنها هاي هي حبوها هيك أحيانا بطلع بكون from A to Z like perfect وأحيانا بطلع عادي كيف أنا شو ما بحب أعمل بس فتن أو تبتن توجوكي شروق ملكة الراحة النفسية وشفنا لك كتير فيديوز بتحكي فيهم قدي مرتاحة نفسيا وقدي مبسوطة بهذا الفيديو قدي هالشي اللي عم تحضري أو تعلقي عليه بيعطيكي راحة نفسية بعيدا عن تيك توك وين لقيت شروق الراحة النفسية عن جد؟ بيروت خير خير هاي هاي على جوا بيروت في راحة نفسية اي اي بحب ناس كتير في بيروت بس بتحبي ناس كتير بحب الحياة بحب الطبيعة بحب الناس بحب الناس اللي عندها محبة بحب الناس اللي بتساعد ناس البيروتيين بدون يروحوا على كندا يتين حالهم ما بيعطوا كيف بدون يهاجروا من هيدا البلد انتي جاي من كندا على بيروت تحبي بيروت والناس ببيروت والطبيعة صديقي انا بحب كل العالم بس حاليا هون مبسوطة الناس طعيبة الطبيعة حلوة الهوى نظيف كل شي حلو حوالي انا من الناس اللي بحس بالطاقة اذا انت انسان سعيد وعندك طاقة ايجابية انا هحس فيها هحس فيها وحعطيك الناس اللي احيانا لا مش احيانا اغلب الناس اللي بقربوا مني بيلقطوا هاي الطاقة مني بيخسوا كمان مظبوط ما في شك انه انت كمان positive vibes عم تقدري تنشر هذه الطاقة الايجابية ان كان على محتوى تيك توك او على انستغرام شفنا شوي توجه بسلوك شروق على تيك توك للغنى يعني شفنا في عندك عدة اغاني بس مستوحات من السوشيل ميديا نعم لقيت حالك بالمجال الفني لا انا اول شي بجوز تنصدم هلأ انا شو دارسة انا مهندسة كمبيوتر يعني شغلي بالحياة الوقت انا عملت حالي كتير جيد مدع تجم حولي زمور برافو برافو لا شك لا شك سو خليني اقول لك في شغلي الفول تايم جوب طبعي انا مهندسة كمبيوتر ولكن السوشيل ميديا التيك توك الانستجرام لقيت حالي هناك لقيت اول اغنية كانت انا الاولى والاخيرة اعملتها باست اون ماي اوديونس ساروا يكتبوني كل يوم بدنا غنية لاني انا احيانا وانا على اللايف بدنا ندن معهم سو حكيت مع الشاعر معتز الملة قلت له لسن معتز بدنا نعمل غنية الهم للناس للمتابعين ععدنا انا وياه نفكر نحط افكار للاغنية تاني يوم تالت يوم معتز قال لي كتب لي الاغنية كتير حباتها قلت له هاي انا بلشنا في اول اغنية لقت اصدائي كتير حلوة حتى في ملحنين انا متخيلت في يوم انت بصغيرة للغناء نو انا ماما صوتها حلو بابا بيعزف فايولين معنو طبيب بس يعني نعني فنية شوي شوي بس انا نو بس غنيت لهم وحبه وعملت لهم الهم مش عشان اطلع على مسرح غني نو لا الهم لانهم بحبوني على سيرة هالغنية شروع اليوم انت الاولى على تيك توك انا اليوم مني الاولى على تيك توك ما بين الاوائل بس مقتنعة في صفحتي ومحتوي يبشو بقدم مين بينافس شروق على تيك توك ما بشوف حدا ما بتابع حدا ايه؟ بتابع دوكتور فود بس مغرورة شروق لا من كل العالم اللي على تيك توك واللي عندك متابع ايديك ما عندي وقت والله ما عندي وقت انا عندي عيلي وعندي مسئوليات اعطيني اسم تيك توكر بتتابعي بتحبي محتوى دوكتور فود شو السببب؟ محتوى جميل جدا من ايه توزيق بيتعرض دوكتور فود لانتي عادات وتنمر وبيعملوا دوات على الفيديو تابعه اللي حتيصير فيه نوع من الاستهزاء بعرف بعرف للأسف 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 كل شي ناجح بعض الأشخاص مش الكل انتبه لانه برضو عندهم محبين بالملايين نحن عم نطلع على الواحد بالمية هو دائما شخص المحبوب في عنده كمان كارهين نحن هلأ عم نحكي عن الواحد بالمية اللي مش لازم نحكي عنهم بعرفش بس هني عشان يظهروا ونحكي عنهم بعملولوا دوات لحتى يحكوا بطريقة سلبية لانه كيف دو يظهر كيف دو يظهر الشخص مثل هاي مقارنة بهذا الكلام وقياسا عليك كم حدا شهر من وراء ظهر شروع أو من وراء الفيديوهات اللي انعملت سراحك تعال تعال وفي كتير فانز كمان اتبعوا نفس الطرق اللي أنا بعملها نفس الفيديو نفس الأسلوب وطلعوا ونشهروا اليوم هي تيكتوكرز من وراء شروع طبعا موجودين في منهم أصدقائي لي كمان ايش يس الآن الشروع كانت ملكة تيكتوك هيدا شو؟ تواضع ولا سيئة زيدة بالنفس لا أنا من الناس اللي بحب كل الناس بس أنا بعرف مين أنا ورحم الله ومرئا عرف قدر نفسها صحي صح كنا عم نحكي على الأشخاص اللي بتتعرض لتنمر نعم أو لانتقادات على السوشيال ميديا اليوم فيه متنمرين كتير ويمكن يكونوا ضحايا هنا بالأساس بمجتمعهم المحيط فيهم إذا طلبت منك رسالة للمتنمر توجهي على كاميرتك وتعطي رسالة من شروق وأكيد أنت كنت يوما ما ضحية متنمرين كتار صار في عندك خبرة أنك يبنى الرد على المتنمر نصيحة ورسالة من شروق لكل متنمر همه الوحيد بس أنه يحكي عن الناس ويجيب فيوز من وراهون المتنمر هو الشخص اللي بيدعمني لكون شخص أفضل بكرة حلو هيدا الجواب شروق مبين أنه فيه إيجابية في طرحك للأجوبة وبنفس الوقت فيه لطشات خفيفة ومنه غلط لأنه الشخص يلي بتعرض لنا بأي لحظة من الأوقات ضروري ياخد كمان حظه ونصيبه من الرد واليوم عالم السوشال ميديا صار مباشر مع الناس موجود قدام الكل تحتى كل أحد يكون عم يقول رأيه وإن كانت الحرية الشخصية بمطرح المطارح صارت شوي مفتوحة على كل المجالات نعم هارجع لمحتوى الحلقة بالضبط اليوم شروق إذا بدنا نحط تصنيف لألك بدنا نعرف عن شروق بالسوشال ميديا بتلاقي حالك صانعة محتوى تيكتوكر أم شخص مؤثر بالناس أنا مؤثر على السوشال ميديا نعم منك صانعة محتوى؟ لا فيني يكون صانعة محتوى بس أنا أقوى من صانعة المحتوى أنا مؤثرة في الناس نعم أنت اليوم أقوى من صناعة المحتوى على السوشال ميديا شو الفرق بين المؤثر وصانع المحتوى؟ صانع المحتوى بقدم لك محتوى أنت بتحضر المحتوى كمحتوى المؤثر هو إنسان فيه يعمل كتير إشي لأنه الناس تسمع كلامه سواء بالخير أو بالشر هذا هو الإنسان المؤثر إذا فيه مظاهرة معينة في مكان ما هو فيه يدعو الناس الناس ستسمع له بشكل مختصر ومفيد صانع المحتوى لا يمكن أن يكون مؤثنا على السوشال ميديا هو فقط صانع محتوى اليوم شروق دربتي كل صناع المحتوى يعني هاي وجهتي لهم صفعة كل حدا صانع محتوى على تيك توك على انستغرام أو على باقي البلاتفورم بيصدق حاله أنه هو شخص مؤثر بالناس نشوف أشخاص بلوجرز بيكونوا أشخاص بيكونوا فاشن بالفاشن موديلز مثلا بيلاقوا حالهم مؤثرين وبنفس الوقت صناع محتوى يجت اليوم شروق نسفت كل هالمفهوم وقالت لهم أنه صانع المحتوى ولا ممكن يكون مؤثر يوما ما بالناس شي منه سهل أنه كمان يتقبلوا حتى الفولورز من صناع المحتوى ضربتهم ضربة كبيرة على كل حال شروق بيء بسؤال سؤال جدا بعالم التيك توك اليوم في كتير منافسين في كتير تيك توكرز عم يقدموا أشياء مفيدة مسلية ترفيهية للناس وفي كتير ناس عم تاخد هالمنصة كمصدر رزق بالنسبة لك تيك توك وسيلة اجتماعية ترفيهية أم مصدر رزق لكسب المال حلق تيك توك ما فينا ننكر أنه الانفلونسر بسير يجي عقود إعلانات من خلال هالبلاتفورم بس أنه تيك توك هو مصدر داخل دائم لا هو في أربع دول بس مونتايز تيك توك بريطانيا ألمانيا فرنسا أمريكا التيك توكورز اللي عايشين هناك بياخدوا على فيوز بينما نحنا ما بناخد شي من التيك توك تكنيك لي بس اللي بيعمل لايف وأنا من الناس اللي ما بيطلع لايف كتير ما طلعتي مصاري من تيك توك عندي عقود مع بعض الشركات العالمية براندات عم نحكي يعني نحكي براندات الباقي التيك توكورز بيطلعوا مصاري من وين في لايفات أكتر الناس بيطلع مصاري من اللايفات يعني لما بيطلع لايف كنت عندي تحدي في عندي كم تحدي بيطلعون يعني خلال السنة من تيك توك من إدارة التيك توك يس فيه مصاري عفوا عصيرة اللايفات اللي عم نشوفها اليوم. عم تشوفي آخر فترة كيف عم يصير اللايف على تيك توك؟ حقيقة مش كتير بس إلا ما يمرقوا عندي على الفوريو بيج أشوف بعض الأشياء شفتي قدي الناس صارت شحادة على اللايف طيب شحادة عم تشهد كل إنسان إله أسلوب وأنا ما فيني أني أنا أدخل إنسان شو بيعمل على اللايف شو عم يشهدوا على اللايف إنه حرين زي ما أنت تيك توك عالم كيف أنت العالم الحقيقي بتدخله في كذا وفي شحاد وفي مدير وفي ملك وفي كذا نفس الشي تيك توك هتلاقي كل حاجة ولا ممكن تفتحي لايف على تيك توك وتطلبي من المتابعين دعم؟ ممكن الهلال الأحمر الصريب عملتها بليك يدعموا جمعية معينة لقضية معينة ونصرنا مؤسرين نعم أنا أرضو في اليوء أنا أيضا ولكن أطلب لشيء شخصي أو لغرض شخصي لا طبعا شروق مين أشهر تيك توكر اليوم بعالم العربي؟ أشهر تيك توكر طب أنا لما بدأ أجاوبك على هذا السؤال لازم أجاوبك بناء على التيك توكر أنا بأشوفهم طيب برأي شروق مين أشهر تيك توكر؟ هاي حقيقة دوكتور فود روح شوف مشاهدات 30 و 35 مليون و 40 مليون وهو اللي بحضره هو كم تيك توكر الثاني؟ نسبة المشاهدات هي تقييم حقيقي لمحتوى صفحة على تيك توك؟ نسبة المشاهدات تقييم الشخصي كتيك توكر لجودة الفيديو للمحتوى الموجود للكريزمة تبعت الشخص للفيديو ككل وللكلشي أنا بقيم بنا أنا كل شيء أعطيني اسم تيك توكر واحد محتوى سيء موسيق إذا بدك ياخدوش الحياة لازم يتسكر هيدا الحساب بحترش هيك شغلات تمرو إيش علي؟ أكيد بتمرو على الفوريو باي؟ أكيد بتقطع طب أنا خليني أقنعك أكثر حسابات بتطلع على الفوريو باي تجهي الحسابات اللي فيها تشهير بالناس كلام بزيق أشياء ما بتقطع بحياتنا اليومية كانت بتقطع على تيك توك ما راح أتذكرهم إذا بمرقوا قدامي وما بمرقوا إذا بمرق فيديو سيء ممكن أعطي ريبورت أنا كشروع بتبلغي عنه طبعا إذا سيء ببلغ عنه ولكن ما بتذكرهم ليش نتذكرهم ما بتذكرش يميح بتذكرش شيء سلبي يعني بقطع قدامي بدك نطلع على أول بريك بيغنية لقليك ما قطع صغير يلا يلا أنا الأولى والأخيرة أنا الرقم الصعب ومنك قادر تتحداني صعبي وحق الرب شروق مكملين هيدا اللقاء العفوي والمهضوم واللي واضح أنه نفسيتك الحلوة طغت على الحلقة على الأمانة أخذتي البرنامج لميلة خاصة ولا ضيفة من الضيوفي اللي قبل غلبة هويتها على هوية البرنامج اليوم البرنامج بصفة خاصة وببصمة من بصمة شروق شروق هذا من زوء أكل وطفا أما هدلك لأقل لك أنه الباردة التانية سيكون شوية سقيل حسيت لا سليحة تكون أصعب من لا سليحة ولكن نبدأ تدريجيا بالحلقة شروق للأمانة كل الناس بتقول قبل تيك توك ما حدا كان يعرف الأهبل إلا أهله شو تعلينا تزعلوا بس تسمعوا هيك مصطلحات أو هيك جمل أنتو كتيك توكرز ما بنزعل يعني ليش بدي أزعل هلأ أنا ما بتطلع شو كان قبل أنا من الناس اللي بتطلع نحنا وين هلأ وبكرة شو لازم أعمل فما بهمني شو بقولوا عن قبل التيك توكر شو كان بهمنا إنه نحنا هلأ في التيك توك عنا مليارين يوزر هن اكتف في هاي اللحظة والتيك توك عم يغلب باقي الأعبس واتس تقريبا ما بتطلع سبق سبق كتير سبق اليوتيوب باسمات كمان اليوتيوب كمان نحن نحن قلنا نحن أولاد اليوم قلنا شو نحن اليوم ولو ما نحن أثبتنا وجودنا ما كان استضافتني اليوم كتيك توكر هاي أنا بعيدك يا مي بمي صح ولا لا صحي بس عندك شك أنه في هبل على تيك توك؟ ما عندي شك أنه في هبل افريوير يعني مش بس على تيك توك بس تيك توك بعطيهم مساحة إليهم كمان في ناس بتحب الهبل في ناس تحب تضحك يس ليش اسماعيل ياسين والناس اللي كانوا يضحكوا زمان على وقتهم كان يقولوا هذا هبل بس هذا كان كوميدي هلأ تيك توك بعطي مساحة لناس عندهم نوع من الهبل انت بتوصف ممكن يكون هو كوميديا إلي أو لحد ثاني أي حدا مشهور على تيك توك بيستحق هذه الشهرة عم تروح الفيديوهات فيرل تروح بتنتشر بسرعة لأشخاص جديد ما كنا نعرفون عم يشهروا بسرعة على تيك توك أوكي ولكن التيك توك وأي برنامج على السوشال ميديا بدو استمرارية صدقني ممكن فيديو واحد يشهرك اثنين وباقي الفيديوهات يتموتك ولكن اللي بين الشهر صح وبوه ضلوا مشهور 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 كل فيديوهاته دايما فيرل يعني بستحق بتوقع بستحق شروع مين الاقوى اليوم على تيك توك شروع نورمار ام بيستان اسماعيل أوكي أول شي تحياتي لنورمار وبيستان اسماعيل اثنيناتهم بحبهم كتير هذا جواب ديكميسي متعطي ديكميسي خليني أكمل لك أصبر بيستان اسماعيل إلها موقف جميل معي في بداياتي على السوشال ميديا كنت بتعرض لهجوم فضيع وتنمر فضيع بعتتلي من الانستجرام تبعها رسالة قوتني قوتني احنا في النهاية بشر تنمر بأثر تنمر بزج فقالتلي شروق خليكي قوية ونحنا كلنا معك قد ليش لقيتها قد الدنيا وبحبها من هداك اليوم لها اليوم نورمار من الأشخاص اللطيفة اللي عنده جماهرية كبيرة ما فينا ننكرها محتوى لطيف تحدياته للعائلة كلها للأطفال لطيف تنمر لذا التيك توكر هو إنسان بدخل على البيت بحاكي تينيجرز أول ناس فهذا بجزب العائلة كلها الأم والأب فكل الناس بتحضر نورمار ضرب هيدا التارجت أنا بحبه فما بقدر أقول لك مين أحسن مين أقوى مين الأقوى شروق اليوم على تيك توك؟ كلنا قواية بمجالنا اسم واحد ما بقدر كلنا قواية اسم واحد بينها دور تلاتي كلنا نمبر ونه نو مين الأقوى على تيك توك؟ على تيك توك مفي شخص أقوى كلنا الناس بتحضرنا كلنا الناس بتحبنا نحن نتنافس لنجيب فيديو أقوى لحظة إذا ما جاوبتي على هذه السؤال السؤال إلي بعدهم أريد Houede موافقة؟ ليس موافقة بسمع لا إذا ما جاوبتي أو بتقول ليمين الأقوى على تيك توك اليوم بين شروق نورمار وبسان إسماعيل أو بتقول ليمين العدل الأغلز لشروق اليوم كلنا بعد تكي أسماء ما رح أكمل هذا السؤال ما تحكي اسماء بدون ذكر اسماء رجاء اوكي تاني جواب على السؤال الاول وهربين السؤال التاني بتوقع بيسان اسماعيل لما دخلت ذا فويس اعطاها جماهرية كبيرة بحبكم اثنيناتكم ولكن هقول نورمار اقوى جوابتك ما تقرأش السؤال التاني عندك مشكلة تعترفي بعدويك الاغلاص ما بدي اذكر اسمه عشان ما يطلع ترند ما تطلع لعدوي ترند اليوم خلاص جوابتك على السؤال الاول شرطك كان هيك حققت قلت لك يا شو بدك اكتر كل الدعم اللي قدمت لك يا بيسان بالوقت اللي كنت فيه بمحنة سعبين ايتي نورمار يكون هو الاقوى بتيك توك خلنا نشوف ارقام افتح تليفونك وشوف لي ارقام في حد ادعمك بوقت كنت بحاجة فيه للدعم اليوم انتي بانتروفيو على الهواء بحبها كتير لبيسان بذل ما تقولي بيسان هي الاقوى على تيك توك قلتي نورمار لا كتير بحبها بس انا بحكي ارقام حاليا قلت لك قلت لك قلت لك استي معها لو ما بحبها ما بحكي القصة بحبها ودفعت عنها كتير نورمار هو عنده اكتر عدد من المتابعين اتوقع عدد نورمار اعلى صح يس فنحن بنحكي ارقام هلأ ولكن كحب علاقتي انا ببيسان بقدر اقول انها اقوى من نورمار بس نيناتهم بحبهم فتاة المحاجبة على تيك توك نعم شروع اسائت للحجاب ام اسائت لنفسها لماذا انت تربط الحجاب بالاساءة ليش عندك فتاة المحاجبة على تيك توك نو سؤال في عنا اغاني على تيك توك في عنا رأس على تيك توك بيقوم فيهم فتيات محجبات نعم كمتابعة لتيك توك مش كحدة موجود بيقوى على تيك توك بتشوفي فتاة محجبة عم تغني وترقص هالفتاة اسائت للحجاب نفسه ام اسائت لنفسها هي اوكي الحجاب ابدا ما 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 دخل باساءة على تيك توك انا بحضر انا من الناس اللي بتابعهم بحبهم في بنات عم ترقص ليبسي حجاب على تيك توك اول شي كل انسان حر في حاله ما فيك تربط الحجاب بالاساءة بالعكس المجتمعات الاجنبية وكوني انساني عايش في الخارج بقدر اقولك انه في صبايا على تيك توك محجبات اضافوا على تيك توك رونق جميل واعطوا صورة جميلة للبنات المحجبات للاجانب بالخارج عبير مثال عليهم عبير الصغير جميلة جدا رائعة جدا راقية جدا وانا سمعت تيك توك كبار اجانب وانا سميتها كأنها اميرة قلت لها انتي برينسس من ديزني قد ما هي بحجابها جميلة قضية دايما مترحى شروق بكل حلقة من برنامج سيدات لانه نحكي عن دعم وتمكن المرأة من خلال الضيفة اللي بتكون معنا بالحلقة ما بعرف اذا اطع بحياتك عنف سواء عليك شخصيا او على حدا من المقربين لقلك بس اليوم في عنا نساء معنفات ان كان من الشريك ان كان من البي ان كان من الخي او من المحيط القريب لهيدي النساء نعم برأيك العنف ضد المرأة اليوم مستشري اكتر لانه المرأة هي عم تقبل يمارس عليها هيدا العنف ما عم فيها تقول لا ما في كفا للعنف هلا حسب المجتمع اذا المرأة عايش بالمجتمع العربي وانا بشوفها كتير لانه بجيني مسجات من متابعاتي كتير انهم بتعرضوا للعنف ما في قانون يدعم المرأة ما في قانون يوقف مع المرأة الاسرة ايضا ما بتدعم بنتهم يعني البنت لما بيعنفها زوجها ماديا هي منها مستقلة عنه ثانيا اهلها بقولولها لا ابقي معوه يعني وين دا تروح ما في اوبشنز ما في دولة تدعمها بدا تتصل بالشرطة الشرطة ما حيعملوا لها شيء سوح تبقى هي تحت العنف المجتمع في الوطن العربي ظالم للمرأة ليومنا هذا لهاي اللحظة في مرأة بتتعنف every second شيء بدي أقولهم هذا التاتو انا عملته كرمال كل امرأة معنفة اللي بتابعني على تكتوكي بتعرف انه قوة النساء انهم يعرفوا يقولوا لا انها ما تسقط عن حقها وانها ما تسمح لأي انسانيينها او ينزل من كرامتها نحن اقوياء نساء اقوياء المرأة هي اللي انجبت ربت كبرت وعملت كل شيء والمرأة هي نصف المجتمع والرجل اذا كان رجل عمره ما بيأذي مرأة لا بكلمة ولا حتى فيزيكلي يعني جسديا نعنف جسديا هي تعيش المرأة بلا الرجل فيها المرأة هي تعيش بلا الرجل اذا كانت بدها فيها ليش ما فيها فيها فيكي تكملي حياتك لوحدك بدون رجل سند داعم لعلك اذا ما لقيت شخص المناسب لقلي فيه بس اذا لقيت شخص مناسب ومحترم بيحترم المرأة وبيحترمني كشروك كجيان شروك انتو سبب انه نحنا نزلنا من الجنة على الارد حوى بحد زيتها طعمت التفاحة لآدم ونزلته على الارض من الجنة الشيطانوس وسيلها هي مش لحالها تحركت تسمعوا للشيطان خلص ربنا كاتب هيك بس الشيطانوس وسيلها اليوم شو استيك مع تفاح لبنان انا بعشق تفاح لبنان طيب من شو القصة واضحينها انا عم بفطر بتغدى وبتعشى تفاح لبنان عد ما في تفاح بلبنان كتير طيب التفاح بلبنان وكتير رخيص التفاح بلبنان ولازم ناس كلها تشري تفاح بلبنان وليوم كسرنا الريكورد في جنس بوك رغم القياسي نعم لتفاح دخلتوا على جنس من خلال مربة تفاح نعم لتفاح عملوا اكبر جار اليوم كانت في لبنان انت فلسطينية نعم كسرتي الرقم القياسي لجنس بتفاح لبنان نعم شو الصلة هيك واضحي لي هالشي فرا انا عربي انا عملت تحليل دي ان اي شو جاء بنت فلسطين تكسر الرقم القياسي بجنس بشغلة خاصة بلبنان انا بنت الوطن العربي انا عندي اكتر من عشرة مليون متابع على السوشال ميديا بيتابعوني بالوطن العربي بعشق فلسطين تراب فلسطين هي امي ولكن انا بنت الوطن العربي لبنان بلدي السعودية بلدي العراق بلدي الاردن بلدي كلهم بلادي انا عملت تحليل دي ان اي وفي فيديو على اليوتيوب عندي بهيدا الشي عشان اثبت للناس انه انا مش فلسطينية بس انا طلقت من كل بلاد انت لو تعمل تحليل دي ان اي مش هتطلع لبناني مية بالمية لانه الناس زمان كانوا يترحلوا وكانوا يتزوجوا من بعد انا بنت لبنان برضو فلما بحتفل بهيدا الشي بسبب وجودي هون في هيدا الفترة لازم احتفل فيه انا في كندا بنزل على المظاهرات العراقية السورية اللبنانية الفلسطينية ما عندي تمييز ليش منميزهم بعد هالشي بيأكد قدي بيكون الشخص مؤسر حقيقي او مؤسر كاذب صحيح طبعا هارجع لموضوع لبنان بحد ذاته بعرف ان انت كمان جزء من هذه الحملة الخاصة كان بيكسر الرقم القياسي وان شاء الله هالفوز حلو على سعيد لبنان ولبنان شوي شوي عم ينتفد صحيح اذا بدك ان كان بجنس ان كان بالاشياء الفنية شفنا مؤخرا مياس والانتصار اللي حققوا بالعالم الاجنبي ككل صحيح اذا بدك ارجع لشروع نفسها اليوم موجودة بلبنان عينيك عم يلمعوا في قصة حب في هيك شي عم القلب عم يدق عن جديد عم نشوف حالة غريبة هالة واضحة على الشروع معقول نشوفك عروس معقول هي هاي الحلقة رح تنزل في يوم زواجي صح؟ بالليل انا رح اتزول هتكون البس هيكون السبت السبت هيكون عرسك السبت هيكون عرسي والعريس دكتور فود هاي العريس هوية لبنانية قصيلة صحيح قابلنا عن قصة الحب بينك وبين دكتور فود ولا شي الصدفة شو لهم الشامي على المغربي مثلا هايك بيقولوا التقينا بتركية وكان فيه كيميستري صورنا فيديو وكان فيه كيميستري حكينا شوي المستر قسمت انه عقليته كتير بتشبه عقليتي عنه جولز كتير بتشابه بعض ونشأ حب يا حب بعيد عن ال social media كجورج وشروق محد يقولك انه دكتور فود نسوانجي ما شوفت اهدا الشي הוא نسوانجي محي لا المنو نسوانجي عش肌 محي مش معي اذا خانك شريك حياتي شو بتتسرطي بيخسرني بيخسر شروق هاي خسارته هو انه يخسر شروق بس اذا خسر شروق هو رحت عليه انا بكسب حالي شروق بتحطه بالسجوع اذا كان عنيف ياس اذا بمد ايده علي طبعا انا ما في انسان بمد ايده علي ما بسمح لانسان يحط ايده علي ولكن اذا خاني مع نفسه بتعرفش يعني مع نفسه يعني مع نفسه هتكملي حياتك مع دكتور فود اه ليش لا ما علمك شي الزواج الاول شروق انه الرجل ما بيتأمله الرجل ما مميح انت عم تقول المرة بتكافي حياتي لوحدة مانا بيحاج للرجل قوية ويتكمل شؤونك كلها لوحدة طيب هاي الحياة هي عبارة عن رحلة رحلتي بتختلف عن رحلتك بهاي الرحلة بنقابل ناس اذا انت الانسان الاول ما كان مناسب مش معناه تتوقف حياتك الحياة بتستمر اليد شي مناسب جرب طلعت التجربة منيحة بتكمل مش مناسب تقولهم باي اليد شخص مناسب بتكمل بتشوف بتجرب هي الحياة تجارب تمام فانا حاليا هيدا الانسان بحبه وهو بحبني وفي كتير نقاط مشتركة بشوفه فارس احلامي فحنكمل انا اكيد بيتمنى لكم التوفيق وان شاء الله دايما هيك السعادة تكون مرافقة لهذه العلاقة اهم شي السعادة طبعا اذا لديت السعادة مع هيدا الشخص بتكمل الحياة بشكل افضل وحلو اكيد من الحياة اللي عايشنا نحنا اليوم اذا ديرجع شوي لتيك توك منشان ما كتير نطلع عن موضوع الحلقة في اشخاص على تيك توك اني اصدقاء لك نعم بدنا نعمل مقارنة بينتهم كمحتوى ترفيه اليوم على تيك توك نعم مين افضل؟ دونا ام فرح رحال؟ يو بدك تعمل مشاكل انت ميناطني فضل دونا ام فرح اقولك مين بدأ ال secular فيديو والذ Listen to the video حقيقة بحبهم و لكن انا دونا بالنسبة لأيلي كمتابعة قبل ما أكون صديقة دونا جزء كبير من شهرة دونا شروق يرجع لولادتي التي استخدمتهم على السوشيال ميديا لزيادة عدد المتابعين أنت مع أمدد استخدام الأطفال كوسيلة على مواقع التواصل الاجتماعي تنجيب فولاورز أكتر استخدام الأطفال كمصطلح قاسي تحسسني كأنها عادة بتعمل معهم تستخدم أولادتي على تيك توك محتوى لطيف خفيف يس ولكن نعم تطلع أولادها معا في الفيديو بس بشوفهم مغضومين ما بعملوا شي غلط وما في شي بأذي طفولتهم انتبه أنت بتشتغلي مع منظمات دولية نعم أي طفل بدو يطلع على السوشيال ميديا نحنا بنغطير وجه أي صورة لطفل على السوشيال ميديا هذه حرية شخصية هي انفلونسر هدول ولادها حقيقة يعني ما عندك مشكلة يكون الأطفال الموجودين على السوشيال ميديا إذا بطريقة سليمة ما فيها أي أذى لطفولتهم برجع بكرر لك وأنا بشوف فيديوهاتها ما بشوف أي أذى بشوف مهضومين بطلعوا بمزحوا كذا شي طفولي محتوى للأطفال طولنا عم نحكي على الأطفال بدي اترق شوي لموضوع الليو علاقة بأطفالك ما بدي بكمل السؤال ليش؟ نهائيا نهائيا لا 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 نحظة أنت عم تحكي على أطفال دونور نهائيا رجاء 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 بطلع والله اسمع وقف السؤال السؤال اللي بعده ما تكمل بعد ما سألك السؤال بس هنحكي لا لا أوكي شروق تاني تجاوز هيدا السؤال وأنا بفهم أكيد الحرية عند حضرتك بأي جواب كان وبفهم أدي الوضع بيكون صعب بس يكون في عنا أطفال بالحديث طبعا ماني ضد أبدا وبقدر وبحترم شكرا رأيك وجوابك بهذا الموضوع بس ما بقدر ما شاكس بالحل اليوم شروق معقم ضد حرية الميول الجنسي بعالمنا العربية أول شيء أنا زي ما دايما بقول نحنا بالنهاية بشر أنا إنسان مثلي مثل أي إنسان وبتعامل مع الإنسان اللي قدامي بغض النظر عن لونه دينه ميوله هاي إشياء خاصة فيه هو بتحسب عنها مش عنا طول ما أنا ضمن قيمي ومبادئ وإيماني هذا بكفيني فأنا لا مع ولا مع ولا ضد أنا ما بقدر أخذ موقف ما إلي حق أخذ موقف لأنه أنا إنسان وما إلي حق لا أنا جوج لا أنا قاضي ولا هالإنسان عمل كرايم وأنا لازم أحاسبه ما بقدر أجاوبك برضو هيدا شي ضد الطبيعة شروق تتقبلي ضد الطبيعة هيدول أشخاص موجودين بحياتنا ما بيشبهونا ممكن تتقبلي هيدول أشخاص بحياتك كيف يعني تتقبلي أنا الباص في عملي في كندا مديري من أفراد عائلتك شو بتعملي جست أسكند أنا في كندا بشركة الكمبيوتر بشتغل فيها أنا مديري هو مثلي الجنسية بتعامل معه برسمية لأنه مديرك لأنه مديري لأنه شخص برا العائلة فرضا كان هيدا الشخص مثلي الجنس ضمن نطاق عائلتك الصغيرة بتصرحي عنه بتتقبليه بتقولي للناس أنا عندي بعائلتي هيك حدا أو بتخبي هيدا الموضوع أو بتنصحيه يرجع لهم يقولوا الأساسي بحاول بحاول أنه أرجع هيدا الفرد لا بحاول أنه أعرضه على طبيب يحكي معه هذا السؤال حتحطني برضه في مشاكل أنا عندي أصدقاء على السوشال ميلي هيدا سؤال طبيعي هيدا الأشخاص صاروا موجودين بعالمنا العربي نتعامل معهم بإنسانية نتعامل معهم بإنسانية كل إنسان حر شروق حاطيكي مثال بسيط بس من أفراد عائلتي ما تسألني يعني مش صعب مستهل أتخيل هيك ما بتتقبلي يكون مستي الجنسي ضمن عائلتك صح أو لا؟ صح صح كثير صعب شروق قربنا تتخلص الحلقة والوقت معك عم يقطع بسرعة لكن الوقت سلطان حكم وحكيم نحن مجبرين بوقت محدد معك لو بعد معي وقت أنا من القناة أو حتى يمكن من وقت عرض الحلقة هناك أسئلة كثيرة لك بركي بلقاءات تانية إن شاء الله بس لأنه الدم الفلسطيني دم حامي جدا وما منقدر تقطع الحلقة بدون ما نسأل عن فلسطين عندي سؤال شوي غليز أنت اليوم بكندا مهاجرة مغتريبة شو الشي لي إيتي بكندا ما كان متوفر لألك بفلسطين فلسطين بلد حرب هاي المشكلة في فلسطين ليش الناس بتهاجر من فلسطين لأنه فلسطين بلد حرب كندا هي البلد اللي فيها من كل الجنسيات ملتي كولتشر كونتري يلي الناس بتتعرض لحروف بلادها كيف فلسطين كندا فيها الأمان فقط بس أذرزان ذات ما في بلادي أحلى بلاد جوها أحلى جو بس بلدي فيها حرب إذا أرجعت على فلسطين كيف حتكون العودة جميلة كيف حتكون العودة كيف يعني ممكن ترجع يوما مع الفلسطين طبعا ما بتحلمي ترجع على فلسطين طبعا بقدر أنزلها بأي وقت أنا موليد فلسطين فلذلك بقدر أزورها بأي وقت بقدر أعيش فيها بأي وقت شكرا شروق نورتي بيروت ونورتي برنامج سيدات ودايما السوشيال ميديا على حصة كتير كبيرة بحياتنا إذا أفرازات السوشيال ميديا عم تكون بها الأد نتيجة حلوة مثل شروق ومثل كتير كمان مؤثرين ومؤثرات بعلمنا العربي الاتجاه سوى بالسوشيال ميديا حيكون اتجاه جميل مش غلط أبدا تكوني الرقم الصعب ومش غلط أبدا تكوني الأولى إن شاء الله ما تكوني الأخيرة أنه بدنا نستنسخ من شروق نسخ بعد أكتر وأكتر تكون الحياة يمكن فيها أمل وإيجابية إيجابية أكتر ويكون المستقبل لقلنا واضح مع نجوم حلوين بالسوشيال ميديا ينوروا الحياة ويعطونا إيجابية أفضل من الإيجابيات التي نحن نعيشها اليوم شكرا كتير شروق شكرا على الاستضافة وإنت حصلتك كتير قوي شاركتنا يا شروق شكرا كتير